ده السؤال الاول في الامتحان ده اولا قدامنا هنا ده اجابته موجودة فين عندنا في المذكرة نفتح المذكرة بتاعتنا اجابته هتلاقيها في بداية المذكرة هنلاقيها هنا ده محاططه التعريف ومحاطط المكونات الثلاثة وشكرا بس كده طبعا لان هو طالب لي اشرح مع الامثلة تمام ده السؤال اللي بعده على طول انزل الاقي هنا الاف دي اي ده تعريفه هونغ كانج ونيويورك والبهامس وهم كتب له الحتة دي مع بعضها ايما فيهاش بهامس بس ماشي المثال مع الحالي تمام بس ده اجابة السؤال خلصت السؤال اول معي ربع الضغطة خلينا من السؤال التاني ندخل على السؤال التالت compare and contrast brand identity و brand image ايه الفرق ما بين brand identity و brand image في المذكرة الشائية بتاعتنا هنفتح هننزل نطلع brand identity وال brand image هنلاقيه في الصفحة رقم صفحة رقم تسعة الكلام الحالو ده brand identity وال brand image هزي الفقرة تمام خلص خلص اجابة السؤال السؤال اللي بعده بس هذا اه دي بس هو عايز حاجة صغيرة و عايزة درجات دي brand plays an important of rule for organization and consumer discuss at least تلاتة advantage of brand for organization وتلاتة advantage of brand للكونسيومر السؤال اللي بعده على طول في نفس الصفحة دور ال brand بالنسبة للشركة ودور ال brand بالنسبة للكونسيومر عمو مقايل له بالنسبة للشركة واختار من دول او يعني اكتب على قد مقدر من الكلام ده على قد مقدر هو عمو مقايل بس ثلاثة بس انا اكتب كويس عشان اخد درجة كاملة تمام ودور ال brand بالنسبة للكونسيومر اهو ده الجزء التاني من السؤال وهم برضو كاتب الكلام الصوت راح سمعني كده صوت واضح كده ما في صوت كده الصوت كويس سمعني سمعني كده في صوت نعم صوت تمام اهو فده ال brand بالنسبة للكونسيومر او كاتب الجزئية دي واضحة واضحة اهو الصوت صوت تمام الشركة دي اشرح اي تلاتة تلاتة من الجزء اللي هي الاشياء اللي علاقة بالاخلاقيات ودعا نلاقيه في الفيديو الاول انا بعته لحضرتك او هتلاقيه عندك في النهاية خالص المذكرة بتاعتي الصفحة رقم اربعتاشر اسمها المشاكل هو قال لي اشرح تلاتة دي واحدة هم اربعة تمام خلي بلكم كلهم كم اربعة 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 اه ادي واحدة وادي التانية وادي التالتة وادي الرابعة وانا الصعفة تمام كل واحدة وايه مساء ثلاثة وايه المثلة كلهم معهم امثلة دي المسال اهو عطول واضح هنا التالتة دي المسال هنا هتلاقيه مكتوب في الكلام في وسط الكلام تمام واللي قبلها هنا جوه الكلام جوه الكلام فيه تمام والاولانية خالص اللي هي دي هنا بتاعنا امريكا فور اكزامبل واضحة واضحة بس في شغلة تفضل كيورد كيورد شنو الكلمات الكيورد ايثيكال في الامتحان كتب لي كلمة ايثيكال اللي وقفت عليها ايثيكال تشالنج شايفه هنا ايثيكال تشالنج او ايثيك هم يابون بالاجابات اني حط وانا قاعد اكتب يابون احد الكلمات المهمة هذا صحيح لان اللي امتحنوا كلهم حسان كلهم مش تكون انه ما طبقوا الفكرة هذي ان الكلمات المهمة يحطون عليها خطين اللي هي خطأ ده خطأ ده كلام غلط لو ما يتعمل في الامتحان ده خطأ انا كده بقوله الدكتور بحط له خط وانا في حضانة تفعش الكلام ده كلام ده غلط الكلام ده مش كلم دكتور استحال يكون فيه دكتور في الجامعة قالي كلام ده لا ما يقال الكلام هذا بس ان الشياء وكلهم يقولون ان احنا ما نسوينا كده وهذا غلط اللي سوى خط ده غلط اللي يحط خط تحت الكلام ده غلط ما فيش الكلام ده غلط يعني بمعنى الكرام اللي انا ناصف المهم والباقي من عندي ما سوي كده لا طبعا اه مش معناه كده استحالة يعني الدكتور بتقول له بص على الكلام الحلو ها هو فيش حاجة يسمع الكلام ده كلام ده غلط ما يعملش كده لا طبعا يعني مثلا هنا دي كلمة كي وورد اما خلط له خط تحتها في الامتحان استحال استحال لا القصد وانت قاعد تشرح لي حسام ما فيه كلمات تحطها احمر وصفر واخضر ايه هذي شراءات مهمة ايوة ده ليك انت ما فيش مشكلة لكن الجامعة لا طبعا ما ينفعش تعمل كده انت بتقول لتعمل كده دكتور ولا تعمل كده ليك انت بس تفرق انا وانا بشرح لك لك عشان تفهمني لكن في الجامعة انت باش هتفهم الدكتور ما ينفعش تعمل كده ده غلط صدقني ده بشي صح اعمل النقطة زي ما هي كده تكون بينة اه بس تحطش هتها خط وتحتها الشرح بتاعك حط النقطة زي ما هي كده تكون بينة وتحتها الشرح بتاعك ما فيش اي مشاكل لكن انك تحط خطة على الحاجة ده بشي صح ما تعملش كده هذا السؤال الرابع الثاني بقى ايه السؤال التاني سؤال التاني ده سؤال متضاف جديد ما كانش موجود قبل كده في اغلب الفوكسات بيتكلم على ايه هنا بيتكلم على حاجة اسمها الماكرو انفارمنت والمايكرو انفارمنت حاجتين الماكرو انفارمنت زي اللي اخدناها في البرت الاولاني لو تفتكر الماكرو انفارمنت اللي هي ستيبل تمام فهنا فيه سؤالين هنا بيقول ايه المخاطر للشركة لو هي توسعت ايه المخاطر بالنسبة لها وعايز الماكرو او عايز الماكرو عايز الماكرو طريب من الشركة اشرح لي ثلاثة منهم بس هنا اجابة السؤال ده خلينا نفتح السلايدز بقى الاساسية بتاعتنا ونطلع منها الاجابة لحظة واحدة هادي برا المنهج يعني منهجنا مين قال برا منهج موجودة بس ما جاتش قبل كده هو ده اللي انا قصده ده اللي انا قصده انه ما جاتش قبل كده يعني ما كانتش بتتكرر قبل كده ده المعنى بتاعي تمام هذا متحان السعودية اه تمام ده الجزء المايكرو اللي بنيكلم فيه مايكرو انفارمت اللي هو القريب من الشركة ده الجزء بتاعتنا مايكرو انفارمت ده المايكرو فاكتور انفارمت 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 لو عايز ادخل في الانفارمت وده اللي جزء الماكرو ودي السيب الجاف المتحان الكويت اه السيب الجاف المتحان الكويت فعشان كان انا وقفت عند المكان ده عشان نشوفي السؤال با ونقارن به السؤال الاولاني ايه المخاطر لو انا دخلت هنا عبدأ اشرح الريسك ستاعت دي دي عندي جزء الاولاني هتكلم دي الريسك ممكن اتكلم فيها في الجزء الاولاني تمام ثانية واحدة وده الجزء اللي لقى بالجزء التاني من السؤال عندنا جزء التاني من السؤال بيقول لي عايز عوامل فانا عندي عواملها زي دول كده امثلة واشرح اقول مميزاتها ويوبها وكده اقول الجزء بتاعت تمام وين الجحل اللي مفاهم اللي هي ايه ايه اللي وين تلقى اللي هي اللي هو الاي السؤال الثاني ايه شنو ايجابته ايه ولا بي ده بي ده بي ده بي اه بي اللي هو بيقول لي المايكرو انفارومنت مميزات ويوب ده الجزء بي لما بيقول لي هنا مايكرو انفارومنت ايه العوامل هما دهوا ايه ثلاثة في عشر احثلاثة منهم اما المخاطر بتاعت المخاطر بتاعت اللي هي ايه دي بقى فوق هنا دي دي ايه تريد جرز نجد 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 ايه اللي هني ها ايه دي والجزء اللي الابلى ده كمان عشان هما صفحتين مع بعض دي ودي الشرعتين دول من واحد الى سبعة لكن مش هشرح ده كله انا اختار منهم بس المجموعة والشرح وخلاص ان في السؤال مش عايز درجات كتير ممتاز انا اشترح منهم ثلاثة واربعة خلاص اه بس انه على عسب الدرجات هنا لو الدرجات هنا اقول لها الشرح الخفيف لو درجات كبيرة يبقى الشرح شوية زياد تسعة مش واجد انا يمكن يبي ثلاثة او عادي اشرح الجميع سوية وخلاص شايف ان احنا نكتب بزيادة شوية وممكن نضيف كمان جزئة اللي هي هنا اللي هي دي جزئة دي ممكن تضيفها على اجابة السؤال شايف كل ده العلاقة بالمايكرو الكلام ده وانا شايف ان ده هو اللي انا اللي يهموني فانا لو كتبت الكلام ده تمام حلو دي خمس نقاط تغيير ايوة وهذه اختباء بعد الجدول في الجزئة دي السؤال بي اللي هو بي اي حط الجدول الكامل اه بي حط الجدول الكامل ممكن فالامتحاندة كويسة امتحاندة قوي ممكن يجي زيه على فكر اطوال سعود اه ناخد التاني لحفت لحفت انا شي الدي بيدش كل امتحان برافو الاف دي اي اصدق الاف دي اي تمام السؤال الاولي ده ايه العولمة ده نفس السؤال اسم جاوبين عليه حالا حالا ورايب منه اوي تعريب منه تعريب العولمة معناها العولمة تعريب العولمة بس كس فقط لغير او شايفو او انا فتحه عرضه قدامك مش شايفو ايه بس حلو ترى هذا مو موجود بالمذكرة اللي ده زيته اه مش موجود فعلا صح ايه لاني دورت 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 ده اضافي ده اضافي اه هذا اضافي والجزء التاني من السؤال اللي هو اللي هو ده ده الجزء التاني من السؤال اللي هو بي عايز اربعة بي اربعة اربعة كم واحدة عندي واحد اتنين تلاتة اربعة وعندك خمسة ستة سبعة اختار اربعة بس تمام تمام هذا السؤال لو حتى السؤال لو لو تلاحظ عشرين درجة على اربعة عشرين على الاربعة دول وخمسة بس على تعريف تمام شوف اللي بعضه برضو يعني ايه ستيبل ستيبل عايز ما لقيت سبعة ما لقيت اه اللي هي فين هنا عندنا عايز دول بس تكتب الايجابة دي خلاص خلصة الايجابة ما شوف ترمون بينو هكتب شنو دول المجموعة دي اه مش شرح ايه هادي ايه ايه شرح صح لا بس النقاط وعايز سبع درجات بس النقاط لأنه بيقول لك معناها فقط في السؤال السؤال بيقول لك يعني الحروف دي تعني ايه ماذا تعني ايه سرعك وهذه ترى ما لقيتها بالمذكرة اللي اعطاك بي ايه اه ستيبل بش موجود الجزئية دي بش موجودة خالص في المذكرة انه ما كانتش بتيجي في في الاتحانات السابقة اشرح لي ماذا اخذها في الاعتبار قبل ما اتوسع بفور اكسباندنج جاب السؤال دي هتلاقيها برضو هنا شفي المذكرة ده بعد التوسع اه الاسبكت دي هنقوم من التكلمين على او كده او نقول يعني الحاجات دي يعني هذي طبعا عشرين درجة مع الشرق اه طبعا اه طبعا نشوف السؤال عليه ايه عليه درجات قديها تمنتاشر درجة اجيبهم كلهم النقاط هذي تلاتة بس اه الشرح منهم تلاتة بس اللي هم المجموعة دي دي الاسبكت سيلي بيكلم عليهم مع الشرح مع الشرح طبعا طبعا سؤال مقرر الواحد اللي هو طرق نفسه ميزان المدفوعات بش طرق الدفع في فرق خلي بقى لك من السؤال لا شنو فرق ما فيش حاجة اسمها طرق الدفع ايه طرق الدفع دي دي اسمها انا قصي ايوه ايوه بس ده اسمه ميزان المدفوعات هو اسمه في ده يلا ميزان المدفوعات واشبع في الواحد خمسة عشر درجة ايوه طبعا بالأجزاء بكل حكته بشرحها ليه الصفحة الأوانية في المذكرة والكونسبت اللي هو وراها الاف دي اي ده حاجة سهلة جدا طيب اللي بعده ماذا طالب من هو شرحها بعد ايوه الاف دي اي نفس السؤال مع الميسال بتاع تومي بس ننتظر تمام طيب في المذكرة بتاعتنا هناخد مثلا اهي اهي دي دي الإجابة اوكي شنو اكتب تاسترق اللي اكتب global والانترنشلون واللوكال لانه هنا قال لي هم هم دول تاسترق طبعا 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 السطر اللي جنبها داي كده وخلاص بعد كده بقي السؤال بقى اللي هو جزء التاني من السؤال قال لي عايز مميزات global و local brand عندي دي مميزات local brand ودي مميزات global brand المحلي والدولي طبعا اذكرهم كلهم اربع اربع اول ايه اعايز اتنين بس شكرا مع شرح مع شرح خفيف قوي يعني اتكلم مسلا عن نقطة كاملة كده وخلاص على قد ما قدر مع مثال طبعا هنا عندك امثلة نخط الامثلة طبعا بس كده دكتور تمام اي استفسار زين الحين هنا السؤال السؤال مهم شنو توقع طبعا المواجر ما رح يجي كبير باسم السؤال من وعايز فوق برضو السؤال الاولان اللي معنا على طول على طول كامل السؤال ده يجي كل امتحانات اي امتحان كده هتلاقي بيجي فيه اهو اول سؤال هنا برضو اهو نفسه اله الرم ما دا شلال بالسعودي ولا الكواتي صح؟ بس يجي هنا دلوقتي في امتحان قديمة صديق يمكن يجي ان امتحان عادي جدا ممكن يلمو لك اي حاجة اتوقع منهم اي حاجة او السؤال سؤال تكوين البراند والبراند نيمينج دي موجودة عارف فين المذكرة صح؟ جزء طول لو عارفة اه اي موجودة لسه ما عندين عليها اليادي جزء اليادي تمام؟ تبقى يعني للمعرف نرجع تاني برضو دي نفسها الاخير برضو نفس السؤال اللي فات شوية قدنا مع بعض في امتحان تاني و سؤال الثالث سؤال الثالث ايه شنو هاد ده الايدنتي وليه مج ده سألينه حالا مع بعض حلو 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 بس ليش كاتبين بي ميتان سبعو بي صيّعون فين ايه دي ايه بيقول لك بونانا على انت درسته اشرح لي في المادة اه تمام وده مكرر سؤال ده مكرر الرابع ده نفسه شوفنا مع بعض لو شو ساقيات انواع انواع الاخلاقيات الاخلاقيات الامتحاندة مجاش في الاخلاقيات الامتحاندة برضو شوف الاسئلة هي هيئة بالزبط بالزبط same برضو اتش ار ايم فوق بعد كده هنا الجلوباليزيشن والكاستومايزيشن والفور من كاتجريف براند فوميليشن والبراند ليسه ايلو حلا البلانسوف بايمنت وال اتش ار ايم شوف كذا مرة ازاي ان اسؤال مهم ما يتسبش بلاس انا اعرف اه انا اتوقع انه يدش ال اتش ار ايم ايه ما يجيش لي اه والفور اسك اول بالاخر خاصة خاصة انه ما داش لها بالسعودي ولا بالكويتي وعندك مؤجل احتمال يجي عادي جدا فيش اي مشكلة ده المودزوف اندري ما جايش قبل كده بقى خالص في اي امتحان انت شوفتوا على فكرة اللي نشرح تولك مبارح العشر طرق فاكرهم ايه عرفت اشرح خمسة وطبعا السؤال الاولاني والاخير مكرر يعني حتى لو بدل سلاسلة هذي ما اروح احفظ العشرة وفق نفسي لا 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 احفظ منه خمسة